مشاهدين في نبأ عاجل أمام حضراتكم على الشاشة ارتفاع عداد شهداء حادث تفجير مدرية أمن الدقاهلية إلى 13 شهيد و134 مصاب هنحاول نتأكد من المتحدث باسم وزارة الصحة أو رئيس الحياة أو رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة فيما يتعلق بارتفاع عداد الشهداء بالتحديد في حادث التفجير وأيضا فيما يتعلق بنقص أكياس الدم الموجودة في المستشفيات كما أكد مراسلنا محمد بهاء منذ قليل وما يتعارض مع ما قالت به وزارة الصحة بأنه لا يوجد عجز في الدم أو الأدوية بمستشفيات المنصورة حتى هذه اللحظة ارتفاع عداد شهداء حادث تفجير مدرية أمن الدقاهلية إلى 13 شهيد و134 مصاب